أهلا بيكم في حاجات في العالم دلوقتي عليها علامات استفاق عجيبة جدا كم الأسواق اللي فيها أكياس وفيها وجبات سريعة التحضير وفيها أكلات أو أشياء مليئة بالملح ومليئة بالمقبلات الخطيرة والمؤثرة بشكل سلبي جدا على صحة الناس أنا حاسي حاجاتي ما بتتبعش ما عرفش ممكن أنا عشان ما بيشتريش الحاجات دي فأنا بحس المسألة فيها علامة استفهام زي ما فيه ما يكون فيه جهات من شأنها أنها تدمر صحة البناء دمين وبتنتج هذه الأشياء بدون هدف ربحي للمجرد ضمان تدمير حياة الناس حد يفسر لي كم المهول من محلات الفاستفود الموجود دلوقتي في العالم في العالم لو بتكلم على العالم ما بين محل ومحل فيه محل وفيه منهم محلات ما بيشتغلش ما بيشتغلش كويس وفيه محلات منهم شغلين كويس مش عشان هم كويسين صمعة بروباجاندا جيدة مش عارف إيه تفنن فيه إرضاء المريض لكن كلهم بيعملوا حاجة مخيفة جدا فيه صورة في الفيديو السريع قوي ده الصورة دي مخيفة لو دقعتوا فيها ولد ماسك كيس فيه بلاوي سودة اللي جوا دي وحطه على بقه وبيتعامل معه وبنهم شديد جدا لو لحقته أيوة حاجة زي كده الصورة دي الولد نفسه حاطت وشه في الكيس بلا وعي لولاد الصغيرين الجيل الجديد أنا بتكلم عن مستوى العالم على مستوى الوطن العربي والعالم على فكرة المصيبة هنا في مصر أقل من الموجودة في الوطن العربي أنا عايز أقول لكم ده في الوطن العربي في الخليج مثلا موضوع الفاست فود وموضوع الوجبات السريعة والبتاع اللي بيتحط بسرعة كده ويتاكل كده على طول ومحلات السندوتشات اللي متوا عارفينها دي لا حاجات دي هناك مكتسحة هنا لسه في شوية الحاتي شغال بيعملناها شوية لحم حيوين ماما بابا النهاردة مصممين يعملوا لا جعتنا في البيت وتاكل في البيت ففي بيوت لسه بتعمل أكل في حاجة لطيفة جدا أنا بشجعها جدا الناس اللي بتدرش تطبخ ناس كبار في السن مشغولين بتاع في ستاته عاملين مشاريع نساعدهم عاملين أكل بيتي لطيف جدا ما تشتروا منهم فلانا قالوا مساء الخير بعتين لنا الأكل طالما نضيفة وانت جربتها وجربت مرة في اتنين فتلاحوا جنبك ومعارفة تعملك لأوتيجي حد يعملك الأكل في البيت لو انت مستطيع قادر لو مش قادر يا أخي لو كانت فيه البنت عامله في البيت بإيدك أفضل من المرة من الفاصفود ابنك معرض لسمنا ابنك هيدخن منك يدخن منك دي مش سهلة مش هتعرف تجيبه تاني لأن الواد صغير عبال ما يدرك خطورة الكيس اللي عمال يفتحه فيه كم السوديم وملح عامل ازاي وعبال ما يدرك خطورة الفاصفود اللي فيها فعلا نسبة إدمان حقيقي لأن الواد تاني يوم بابا هات فلوس ليه؟ عايزي روح أكل في المطعم الفلاني يا ابني ما فيه أكل في البيت لا 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 أنا عايزي روح أكل في المطعم الفلاني الواد تصرف تصرف من منين ده جو هات فلوس عشان أروح أجيب بتاع لها الحباية ولا السجارة جو كده إدمان هو فعلا فيه حاجة في الأكلات دي إدمان فاتيك يا النهاردة حوار ممتع جدا مع ضيفي العزيزة الخيمة المال كبيرة الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير أستاذ بكلية الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوهود النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجل ترى وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف دولة دولي في الجودة في جراحات السمنة الاسر سي ضيفي العزيز أهلا بك يا دكتور كريم أهلا وسهلا عايز نستهلك سؤال عابر كده وانت كلامك مع المرضى قبل وانت بتجهز العملية أو حتى بعليها بتلاحظ الأكلات اللي ممكن العيان فعلاً يكون مدمنها إيه؟ في البداية حياتي لحضرتك وكل أستاذ المشاهدين وكل فري العمل الحياة طبعاً طبيعة الأكل احنا عندنا يمكن مختلفة شوية في مرضى السمنة هو عنده عنده الانسولين متوفر بصورة مرضية هي بيدفعه للأكل اللي هو فيه طاقة عالية ويمكن كل أنواع الأكل يمكن ذكرتها هي دي بتبقى الهدف اللي هو بتاعي جسم مريض السمنة المفرطة هو جسمه كده هو عايز حاجات فيها كالورز عالية وكل الكالورز العالية دي مش لها اللي في الفاست فود جونك فود الحاجات اللي هي مشبعة بالدهون مشبعة بكمية طاقة عالية جداً فطبعاً هو الجسم لا يرضيه إلا ده يعني هو عنده كده عنده نهم للحاجات اللي هي هو مش عايز يأكل أكل هو ما قال لأكل السلطة والحاجات اللي هي الحوم والحاجات اللي هي الأكل البيت اللي هو المتعايد اللي ده لن يكفي أو يرضي طموح أو متطلبات مريض السمنة أو اللي عنده سمنة مفرطة وده دايماً كنا بنقول إن الوزن اللي هو 90 كيلو وعايز يوصل لـ 80 إن شاء الله هتقدر المت كيلو لـ 90 هيبقى صعب أكتر المية وعشرة عشان توصل بقى للأوزان التانية ده فيها صعوبة أكتر يعني لو زودنا بقى كلما زادت مناعة الإنسلين كلما زاد الوزن زادت مناعة الإنسلين الهرمونات بتاعة الجسم اتغيرت خالص فطبعاً أنت يعني أنا مش بحفظ الناس بس هو كان بيقولوها يعني دايماً إنه زي بزقق عربية في مطلع كده يعني هي طبعاً لما الجسم بيتمكن منك هرمونياً بيبقى في صعوبة شوية أنت تنازل وزنك بالتنظيم الغسائي فمحية طبعاً مرضى السمنة معزورين إنه هم معتمدين على الأكلات اللي هي بترضي الجسم اللي هي فيها طاقة عالية وحاجات طبعاً كلها يعني معتمدة على زيادة فعلاً الصوديوم وزيادة الملح الشديد كل الأكل خارج البيت لازم تلاقي فيه كمية عالية جداً من الدهون مشبعة بالدهون كمية عالية جداً من الأملاح الزائدة فطبعاً وده اللي يمكن يرضي طموح مريض السمنة المفردة ودي صورة مرضية احنا لازم نساعد الناس بصورة طبية ما نجريدهمش لأن هو ده جسمه هو ده وضعه هو ده متطلبات الجسم في ذلك يعني من ضمن الجودة والجمال في منهج الطبي دايماً إن الطب عنده توقع لكلمة الفشل دي موجودة حتى في كتب الطبية يعني مثلاً إن إحنا نقول causes of failure في الأوباريشن الفلاني فلو أنا كلمت على فشل عملية الفشل عملية تتوقع أنت الفشل يكون جاي من القرار اللي في البداية اختار عملية خاطئة؟ طبعاً طبعاً يعني فيه دايماً إحنا بنقسمها ليه سي أنا مثلاً رايح أعمل عملية لإنقاص الوزن فيه عمليات حديثة متعرف عليها زي تكميم المعدة بالمنزار تحويل مصار المعدة بالمنزار لإنقاص الوزن تحويل المصار فيها تحويل مصار معدى مصغر فيها تحويل مصار معدى كلاسيكي فيها تحويل مصار الاثنى عشر فيها عمليات تحت الفحص اللي هي الساسي اللي هي التكميم مع التحويل لم تقرر هولياً عشان بس إحنا بنحط كل حاجة عمليات تعتبر تحت البحث؟ تجربية تحت البحث عشان بس فيها لغة كتير في المجال الطبي يعني اللي عايز يعمل هي عاملة عادي هي بس يبقى تحت الفحص يبقى أنا عارف أن أنا بعمل عملية دي تحت الفحص اللي هي إساسي أو التكميم مع التحويل عملنا العملية دي تكميم المعدة كما يجب عملية يعني احترافية هتنجح إن شاء الله جراح محترف عملك عملية في مكان آمن بمستلجة طبية حديثة أنت إيه اللي هيخليك تفشل هتمشي كويس بس فيه جزء طبعا منقر يخليك تفشل إن أنت ما يكونش عند للمريض عنده القدرة إنه هو يتابع الكتالوج المناسب لعملية التكميم أو الجراح ما عندهش الخبرة اللي يديها للمريض اللي يتخليه يستخدم العملية الاستخدامة كويس عندما تقص المعدة وخلاص أنا كجراح إن شاء الله يعني معظم المراكز الطبية في مصر عندها اللي احترافية الكافكينات قص المعدة بالشكل ده حتى والله فيه فنيات مش يعني أكتر يتطلع الشكل ده على الفكرة احترافي جدا جدا يعني الاناميشن ده جميل جدا الأنترام بقى اللي تحت ده لو سيبت الأنترام كبير هيرجع الوزن زيت ولو سيبت ولو قصيت منه زيادة يخلى حركة المعدة قليلة ده الأنترال بامب القوبة المعدة اللي فوق هي عاملة زي البنانة شيب قوبة المعدة اللي تشالت دي لازم تشيل باحترافية اللي انت لو سيت فيها كمية كبيرة هتوسع مع الوقت والجزء ده بقى ضعيف جدا يوصع على الوقت على المسافة صغيرة كمان لو فيه فتأة في الحجاب الحاجز لازم يتصلح ما تسيبوش وأحيانا فتأة الحجاب الحاجز هو مش محتاج العين اشتاك منه لأنه أحيانا ما بيديش أعراض النمر التاني إن الجراح لازم يعمل يكتشف الفاتئ برضو لأن طبعا أحيانا بقى فيه بوستيريور برولابس المعدة أصلا هي متزحلقة في فوق مستوى الحجاب الحاجز ومتكونش واضحة في أثناء الجراحة محتاجة الخبر الكافي فيعني دي عاملية زي تكميل المعدة يعني محتاجة احترافية شديدة في أن أنت تعملها مش جاست أن هي تقص المعدة عملية تحويل مصار المعدة المصغر محتاجة احترافية شديدة أن أنت تجري عملية تحويل مصار لونج نارو باوتش معدة طويلة تقص معدة طويلة دي تحويل مصار معدة الباوتش دي يعني الأول وهلة دي تحويل مصار معدة كلاسيك اللي بتعتمد على حجم المعدة صغيرة ما يمكن إجراءه في تحويل مصار المعدة الكلاسيكي لا يمكن إجراءه في عملية تحويل مصار المعدة المصغر يعني أنا بعتمد في تحويل مصار المعدة المصغر على حجم الباوتش الصغير هي عملية تعملت عملية ولقيت تحويل الباوتش طاعتك وانت بتعمل أشياء مقطعية حجمها كبير انت ما عملتش عملية تحويل مصار المعدة كلاسيكي وعلم لتكلم على تحويل المصار وقبلها لتكميل المعدة في سؤال برضو يعني دايماً كاب بياختفر بالي وبنس نسأله لحضرتك هو ليه فيه تفضلية عند المرضى العملية عن عملية حس انه مفرع اهل وزمالك هل بخبرتك التفضلية دي جاية من كلام بعض الناس اللي بيبقى مش احترافي في تفضيح العمليات لا هو طبعاً بيبقى جزء منه يعني الناس اللي بتفضل عملية عن عملية بيبقى عنده خلفية سابقة يا اما عنده حد في الاسرة عامل عملية تكميم وناجحة فهو عايز يعمل زيه او يعمل تحويل مصار لان حد من الاسرة هو عامل عملية تحويل مصار ومجربها ومحببها حتى ممكن ما تكونش منسبة بس هو حابب التجربة يعني اسمنا من الامراض اللي هي اللي هو عايز تخدم على العملية فعلاً انت محتاجة تشوف حد يعني جرب العملية واحياناً الاسرة كلها بتبتدي بفرض واحد والشركة اللي احنا بنشتغل فيها في اي مكان مشترك وقت عمل بتلاقي واحد عمل عملية وتلاقي زميله عمل عملية زوج زوجة ابن اب اخت يعني تلاقي الاسرة والعمل فطبعاً هو محتاج تجربة قدامه انا عايز عمل عملية تكميم بس دور الجراح انه هو يختار الحاجة المناسبة مش ونان على هوا والله لو كانت العملة المناسبة يبقى حلوه انت مراحه يعني مش غلط يعني ما فيهاش ضرر بالنسبة له وعملها له لكن انا ما عملش عملية تكميم في واحدة عنده ارتجاع شديد في المريق ودخل على بارة الصفجة وعمل له عملية تكميم يعني هتضره ضرر جامل ما هو ده مش صح واحد عنده فتح جاب حاجز كبير وهو محتاج عملية تحويل المصور ما عملوش عملية تكميم ماذا؟ واحد مريض سكر بعنيف والسكر كان للاعصاب وبتالى يأثر على الشبكية وبتالى الكلابة وبتالى يعني الاطراف والاعصاب فطبعاً انا محتاج عملية تحويل المصور هتبقى قافية طبعاً من التكميم اذا كان فيه فيزابلتي وازا كان فيه قدرة ان انت تعمل عملية تحويل في الاوزان الضخمة ما عندهش مشكلة في جدار البطن ما عندهش مشاكل صحية قد تعوق التخدير في فترة كبيرة اعمل عملية تحويل مصور هتفيده اكتر السن الصغير رجح له عملية تكميم اكتر من عملية تحويل حتى يعني الحالة العامة الاجتماعية بيتحرك عنده مفصل صناعي مش على العصاية سن كبير غير سن صغير محتاج وقت بينجو قصايا يعني عصدي اختيار الجراح قد يكون مهم انه يقول للعين انت يعني دورك مش لازم تلزم العين نعمل عملية معينة انت دورك دور استشاري انا بعرض الرأي بتاعي بناء على ما شفت من تاريخ مرضي من علاجات من ادوية وبعد ما مريض بقول له انا رأيي كرأي استشاري مش غير ملزم لاجراء العملية انا رأيي الاستشاري هو اجراء عملية تكميم المعدة في الحالة بتاعت حضرتك عملية تحويل مصور في حالة حضرتك لو عملية اعادة بقول التكميم اللي فشلت دي عملية تحويل مصار هي القافية تحويل مصار معدى مصغر تحويل مصار معدى كلاسيكي بناء على المتطلبات العامة اللي هي تسمح بيها اجراء العملية فعشان كده مش كل العملات تنفع لكل المرضى ولا كل المرضى صالحين لاجراء نفس النوع من العملية كل حاجة لها حاجة بناء على المعطيات الطبية اللي هي الموجودة عند المريض نفسه المجموعة المرضى اللي انا ممكن انصفه بانهم ربما غير محظوظين انهم ما عاشوش في عصر التقدم من التكنولوجي والتطور الكبير اللي حصل في جراحات السمن عاشوا في عصر ما قبله فمروا بتجارب اصبحت ابسوليت زي عزم المعدة زي تبس المعدة طب ودي حاجات اللي عاش في الزمن ده انا بتكلم على ناس عاشوا مثلا عملت النوعية دي من الجراحات من عشرين سنة ما يزعلوش مش يزعلوش بس احكي لنا بقى يعني ايه التصرف الجراحي اللي خليهوا فعلا يبقوا عندهم تفاؤل بالمستقبل ما يزعلوش كل حاجة لحل يعني اي عملية يمكن اصلحها واي نوع من العمليات الفاشلة السابقة او العملية اللي فيها مشاكل يمكن اصلحها يعني دلوقتي فيه يعني الخبرة بقت عالية جدا لاجراء العمليات طبعا بمستهلكة تطبيع على اعلى مستوى انت بستخدم منظير هاي دي في ناشنز عندك عيان مثلا على سبيل المسائل اللي عام تربيس معدة في فتح جراحي ممكن تجري عملية تحويل المسار بالمنزار وقت وصير واقامة قليلة في المستشفى غير حتى انت قضيتها ايام الفتح الجراحي بعملية تدبيس المعدة السيء السمع طبعا لانه من العمليات اللي هي بتخليك طبعا طول الوقت تستبدل لعنة السمنة بلعنة الترجيع المستمر وبتبقى حياتك طبعا عايش في نقص فيتامينز ونقص تغذية ومعتمد على السكريات والشكرتات والأيس كريم والمعجنات واش تقدر تاكل اي اكل فيه الرمأ او فيه التغذية وبتبقى تحس بتوعف شديد طول الوقت وحياتك مقلوبة لانت عارف تخس ولا عارف تاكل فبتلاقيه زاد في الوزن ومحروم من الاكل فدي معادلة صعبة جدا ما بتتحلش غير في عملية تحول المصار عملية الحزان منعدة يمكن او على فكرة برضو تدبيس المعدة يمكن الغاءه اي عملية يمكن الغاءه يعني بس تكميم المعدة كل عملية السابقة تحول المصار بانواعه يمكن الغاءه او رجوعه للوضع الطبيعي عملية تدبيس المعدة يمكن الغائها عملية اللي هي الفراشة محدش يعملها دي بردو تعديل لتدبيس المعدة يعني ما تعملهاش لأن دي عملية مش موصوفة اللي يمكن بردو إلغاءها ويمكن تحويلها لتحويل مصار معدة عشان إيه الهدف يعني أنا أصحول تحويل مصار ما بعد التدبيس أو الفراشة أن أنا أعرف أكل كويس أنا محروم من الأكل عايز أكل كويس فعملية تحويل مصار بتديك ده النمر التـ عايز أخس لأن أنا وزن زاد لأن أنا أ Become سكريات بهدفين انقاص وازن وتأكل كما يجب زي الناس الطبيعية اللي هي بتأكل الطبيعي يعني دايما وجودك معنا إضافة كبيرة جدا لنا تمتعنا بحوار علمي راقي جدا ورشيق جدا لا يخلو من ذكر الكثير من المعلومات وفي نفس الوقت تفنيد للفارق الوضع جدا بين المعلومة العلمية الصحيحة المبنية على دراسة علمية والمقولة مش نقول معلومة أو التصريح نقدر نقول تعبير أوضع المبنية على الدعاية والمبنية على الحوار اللي هدفه في الآخر جذب مريض بدون أن يكون ذلك مبنية على حوار علمي وهذه القضية في منتهى الأهمية فأنا أحييك على هذا الحوار دائما نورنا دكتور كريم ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة عسد دكتور كريم صبري أستاذ جراحات سمنة والمناظر الأستاذ بكلية الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة والمستاذ فوادي نيلو زميل كلية الجراحين الملكية من جلترة وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحصل على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة الاس آر سي كنا في مستشفى الشيفة وهي واحدة من المستشفيات المتخصصة في عالم جراحات السمنة وكان لنا هذه النظرة للتجهيزات المهمة الإكويبمنت والتجهيز في النوعية دي من الجراحات لازم لها مكان مجهز معد بشكل جيد جدا لأداء هذه النوعية المعقدة من الأساليب الجراحية خليكوا دايما مع الدكتور